اشتركوا في القناة اعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياضة واعرب القادة عن رفضهم القاطع لاستمرار التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة وطالبوا بالالتزام التام بقواعد القانون الدولي وبالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وطالبوا ايران باتخاذ خطوات حقيقية وعملية لبناء الثقة وحل خلافاتها مع جيرانها بالطرق السلمية كما اعرب القادة عن استنكارهم وإدانتهم للسمرار التدخلات الايرانية في الشأن الداخلي لدول المنطقة باعتبارها انتهاكا لسيادة دول المجلس ومحاولة ايران بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطني دول المجلس ومن ضمنها مملكة البحرين وذلك من خلال مسنادة العناصر المتطرفة العنيفة وتدريب وكلائها وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعارات الطائفية والإدلاء بالتصريحات التحريضية على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار ما يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا لمبادئ وقوانين والمواثيق والأعراف الدولية ترجمة نانسي قنقر